استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية واتذلك للتعرف على إمكانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية الوطنية وإسهماتها الفعالة في إعداد الكوادر الأمنية على المستوين الإقليمي والدولي استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفع الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية انطلاقاً من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت وزارة الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكذا كلية الدراسات العليا وإساماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العليا شباب بتبقى منباهرة بالزيارة الأكاديمية على ماضى السنوات اللي احنا شفناها قبل كده بيأثر فيهم بشكل كبير أن هما بيلاقوا أن الدرسين في الدراسات العليا من دول أفريقية ودول الغربية كتير جدا فدي بيعرفوا قد إن استرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله وشهد الوفد إمكانات المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام ودوره في إعداد الكوادر الأملية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية الشباب الموجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا متحمسين جدا انبهروا بالإمكانيات الموجودة في أجدامية الشرطة الخدمات التي تتقدم للجمهور والشعب المصري والعربي والأفريقي في تواجدهم أثناء تواجدهم داخل مصر انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة حيث شاهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكات المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي تجربة جدا عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية التنظيم قوة العرض التي شفناه اليوم بدل على شيء مؤسس بدقة حقيقة أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهذه الميادين محببت كثير التدريبات والتعليمات التي يعملها للشرطة والستراتيجات التي يعملها للتنمية والصدامة فهذا كثير بحب تلاقيه الاستراتيجات التي تعمل في لبنان ونأخذ من تطبيقات مصر ونحطها في لبنان لأننا لازم كدول عربية نشد إيدينا على بعض يسعدنا اليوم بزيارة هذا المقر وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم وشاهد الوفد عروضاً متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية الأشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة منها علمية واجتماعية وثقافية تدريب قوي جداً تالنت جداً مش موجود في حتة غير في مصر يعني حتى على مستوى إفريقية زميلنا الأفارقة هنا ممنبهرين بالمواضيع دي دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكله الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر